اشتركوا في القناة اعمال صالحة خطوات يتذكر انه قد مشاها الى الله اموال يتذكر انه انفقها من اجل الله والده في قعل البيت يتذكر انه برها من اجل الله والد قد احدودب ظهره يتذكر انه وفى له من اجل الله مسكين وارى سوأته واطعمه من اجل الله غضبة غضبها ثم سكت وتنازل عن حقه من اجل الله ساعته للي قامها لا يره فيها احد ووقف بين يدي الله من اجل الله لبس احرامه وطاف بالبيت وسعى بين الصبا والمروة لا يرجو الا الله وغير ذلك من اعمال صالحة فعلها قام بها من اجل الله هذا ينتظر يوم البعث يفرح برقاء الله اما عياذا بالله من لم يكن منه الا الزنا والكفر والفجور والرد والبعد عن المساجد والنأي بالنفس عن مواطن التقوى والعراف عن تلاوة القرآن فهذا لا يجد في نفسه باعثا انه يحب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه اللهم ارزقنا اعمالا تعين على ان نحب لقاءك وتعرف عظيم محبتك لربك اذا اعطيت شيئا من ملذات الدنيا فان شعرت بها غنا عن كل شيء فلم ترسخ بعد محبة الله عز وجل في قلبك وان كانت ملذات الدنيا مهما كثرت مهما عظمت مهما اختلفت تصل اليك تباعا ولا تملأ فؤادك لان فؤادك قد ملئ قبل بمحبة الله فتعلم انه لا يسكنه ولا يجعله مطمئن الا يوما يلقى الله عز وجل فيه والله لا توجد في الدنيا فرحة كبرى الفرحة الكبرى يوم يلقى المؤمن الله يوم يلقى المؤمن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر